كذلك أنا على متابعة بالتحقيقات التي تجريها رئاسة أركان الجيش والاستخبارات العسكرية حول قصة الفرقة 17 النتاج الأولية حتى هذه اللحظة أنه تم إحضار عنوان وتم إحضار آمر اللواء 25 وصارت مكاشفة بهذا وفي اتصال جماعني مع السيد الفريق الأوليك الرئيس أركان الجيش قال سنعطيك نتاج التحقيق التي تبرع قائد الفرقة وتبرع آمر اللواء 25 لأن الادعاة التي قدمها هذا الرجل تمت من خلال المواجهة والمكاشفة ولم يستطيع إثبات أي شيء هذا نموذج راقي للتحقيق بالمقابلة وبالمكاشفة وتكشف الحقائق هذه اللي نقول عليها الشفافية لما رئيس أركان الجيش وبحيادية تم تبنت الموضوع وبرأت هذه الأطراف من خلال شهود هنا لم تستخدم السطوة ولم تستخدم القوة استخدمت الشفافية بإدعاة الذي اتهم والمتهم وبالتالي تم تبرئة آمر اللواء 25 اللي هو العميد علي زيان وأدانت هذا الرجل وبالتالي بعد أن تكشفت هذا الحقائق إن شاء الله سأقرأ نتاج التحقيق كل المتضرر أن يلجأ إلى القضاء ليأخذ حقه من الآخر علينا نحن أن نكشف الحقائق وما قامت به وما قام به السيد رئيس أركان الجيش والاستخبارات العسكرية وقيادة القوة البرية والله مدعاة للفخر وللاحترام بأنه أجروا تحقيق لو كل القضايا الخلافية التي يحصل عليها خلاف كما تبنت هذه الجهات القيادية التحقيق بهذا الشيء والله العظيم خلال سنة ينظف البلد ويصل إلى مبتغاه ونستطيع أن نطرد الطارئين ونطرد الفاسدين ونؤسس لمبدأ تعامل جديد على أساسه تكون هذه القاعدة هذه هي القاعدة بهذا التحقيق هي القواعد الحقيقية التي تعودنا عليها والتي من خلالها نستطيع أن نثق بقياداتنا وأن نثق بقواتنا أنا ضد أن تقدح القوات الأمنية وضد أي فساد يحصل في القوات الأمنية ومع أي اتجاه للتحقيق يكون شفاف بهذا المستوى موسيقى